اشتركوا في القناة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميراث أمة أقول وبالله تعالى التوفيق إن من أعظم ميراث هذه الأمة أنها الأمة الوحيدة التي تملك الدين الرباني الوحيد على وجه الأرض نحن أمة تملك دينا ربانيا بمعنى الكلمة رباني يعني وثيق الصلة بالرب تبارك وتعالى نحن نملك الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للعالمين قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والرب نسبة إلى الرب تبارك وتعالى الربانية نسبة إلى الرب تبارك وتعالى ولذلك يقول أهل اللغة أن الرب هو الخالق المصرف المدبر الرازق خالق رازق مدبر لشؤون خلقه إذن نسبة إلى الرب تبارك وتعالى ديننا هو الدين الأوحد وثيق الصلة مقطوع النسبة إلى الرب تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين كما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وكما ذكرت أيها الأحبة الكرام أن الرب في علم التوحيد هو الخالق الرازق المدبر قال الله عز وجل على سبيل المثال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكما قال الله عز وجل على رسان مؤمن آل ياسين قال وما لي لا أعبد الذي فطرني أي الذي خلقني وإليه ترجعون ومن لطائف لغة العرب لغة القرآن الكريم وهي أسمى لغة على وجه الأرض ويكفي أنها لغة كتاب الله عز وجل ويكفي أنها لغة أهل الجنة هذه اللغة فيها من اللطائف في لفظة الرب من اللطائف العجيبة ما الله عز وجل به عليم فلفظة رب الراء والباء إذا ضاق مبناها اتسع معناها وإذا اتسع مبناها ضاق معناها بمعنى إذا جاءت نكرة رب فإنما يتسع معناها ليشمل كثيرا من الأرباب رب العالمين رب العائلة رب المال رب القبيلة رب الإبل هكذا إذا جاءت نكرة ضيقت المبنى أما لو أن هذه اللفظة اتسع مبناها وأضفنا إليها ألا التعريف كما يقول أهل اللغة اللي هو الألف واللام حينئذ يضيق معناها جدا بل ينحصر معناها فلا يراد بالرب إلا رب العالمين تبارك وتعالى أعود فأقول الإسلام الأمة تملك هذا الإسلام هذا الدين وثيق الصلة بالرب تبارك وتعالى الدين الأوحد المقطوع بربانيته فعلا غير الديانات الأخرى المعروفة لدى كثير من الأمم فإنها ديانات مقطوعة الصلة بالرب تبارك وتعالى أما الإسلام فهو رباني في أصله ومصطره حيث قال الله عز وجل عن الكتاب القرآن إنه هو محور ارتكاز الإسلام محور ارتكاز هذه الأمة سر وروح هذه الأمة قال الله عز وجل عن هذا القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم يعني هذا القرآن كتاب وثيق الصلة بالرب تبارك وتعالى فهو كلام الله الذي تكلم به عز من متكلم تبارك وتعالى كلام الله غير مخلوق منه بدى كما يقول السلف وإليه يعود وربنا عز وجل يبين ويؤكد لنا فعلا ربانية ربانية مصدر هذا الإسلام ربانية مصدر هذا الدين فيقول عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى نحن الذين نزلنا الذكرى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حتى السنة المطهرة اللي هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل فهي أخرى منزلة وحي منزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه صلوات الله وسلامه في حديث المقدام ابن معد كرم قال ألا إني أوتيت الكتاب أو قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالإسلام رباني في مصدره وأصله والإسلام رباني في هدفه وغايته أيضا فالهدف من الإسلام إنما هو تعبيد الناس لرب العالمين تبارك وتعالى فكرير ربعي بن عامر عليه رضوان الله عز وجل فهم هذا المعنى كثيرا قال لرستم قائد الفرس نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام حتى قال أهل العلم نحن أمة نعبد الله عز وجل في الله ونعبد الله عز وجل بالله نحن أمة نعبد الله في الله ونعبد الله بالله ونعبد الله لله نعبد الله في الله لإن إحنا نعبد الله كما أمر فلا يمكن أبدا أن نأتي قولا أو فعلا إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون العمل مشروعا إلا إذا كان موافقا لكتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أمة نعبد الله عز وجل بالله يعني مستعينين بالله على عبادة الله تبارك وتعالى ونحن أمة نعبد الله لله يعني مخلصين لوجه الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نحن أمة نعرف لله حقه فنؤدي حق الله كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما أمر الله عز وجل في سنته قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى التوحيد ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع عليه صلوات الله وسلامه كان هذا هدي النبي وكان هذا فهم الصحابة والسلف من التابعين عليهم جميعا رحمات رب العالمين فنسأل الله عز وجل أن يصل هذا المفهوم إلى كل مسلم ومسلمة فيشرف بالانتساب لهذا الدين الذي هو رباني في أصله ورباني في هدفه وغايته ورباني في منهجه ووسيلته أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله وصلى الله وسلم وضارك على النبي محمد اشتركوا في القناة